ورحمة الله وبركاته المستشار مرتضى منصور مجلس الزمالك مستمر ولن أعود إلا في حالة واحدة أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادية زمالك استمرار مجلس إدارته موضحا عدم عودته لمنصبه إلا عقب صدور حكم قضائي لصلاحه وقال المستشار مرتضى منصور عبر حسابه على موقع تواصل اجتماع فيسبوك الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أن في الشامتين والشتامين والكاذبين والمتربصين واتبع أما بالنسبة لي ما زلت مستمرة على موقفي وهو الآتزار رغم أن الإشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحي لقب المعزول الذي أهنى قرمتي وتاريخي أو بإرادة الجماعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها سلاسة متتالية لأول مرة في تاريخ النادي ووصلت دليل ذلك أننا انتهينا من أعداد الشكاوى سلاسة بمستنداتها التي سترسل للفيذا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتى لا يجرؤ أي كيان الأعتداء عليها مرة أخرى واستطرد في النهاية لا أملك إلا كل شكر والأحترام لجماهير نادي الزمالك وعضاء وعضوات جماعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم واختتم فالجماهير والأعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الانتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدا من أعظم الأندية في العالم ترجمة نانسي قنقر